أما الوقفة الثانية فهي تتعلق بقامة وهامة وقمة ورأس من رؤوس العلم والدعوة فقدناه قبل يومين وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الشهراني رحمه الله أعلم أن الكثيرين منكم قد لا يعرفونه بل ربما ما سمعوا به وهذا من فضله وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه من فضلك أنك لا تعرف ولكن الأمة عادة تعرف أهل العزم فيها من أهل العلم والعمل إذا فقدتهم وكما قال الإمام أحمد رحمه الله بيننا وبينكم أيام الجنائز فحينما يرى الناس ما يظهره الله تبارك وتعالى من فضل هؤلاء ممن لا يظهرون بأعمالهم فإن الأمة تعرف أنها فقدت كنزا وفقدت رأسا من رؤوسها هذا الرجل فيه عبرة ولست ممن يتكثر بالقول ولكن كل من يعرفه لا ينكر هذه الكلمات التي أقولها وأعرف أن الكثيرين عندهم المزيد والمزيد على ذلك ولكني أذكر المتفق عليه رجل يجمع بين العلم وحسن النظر والتواضع وإنكار الذات والبساطة في كل شيء ونبذ التكلف مع معرفة الحال وما عليه أحوال الناس من مجتمعه الذي يعيش فيه والمجتمعات الإسلامية بالإضافة إلى العمل المتواصل بلا كلل ولا ملل يستوي عنده فيه الليل والنهار كل من عرفه يعرف هذا رجل لا يتوقف أعطاه الله عز وجل جلدا وصبرا وقوة في بذل الدين بذل العلم بذل العمل بذل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى للناس يعلمهم ويرشيدهم وينصحهم ويقيم البرامج والمخيمات والمحاضرات والدورات العلمية أمة اجتمعت في هذا الرجل يندر أن تجد من جمع بين العلم والعمل بهذه الصورة العمل المتواصل بلا كلل مع البعد عن الأضواء تماما ليس ممن يظهر في القنوات وليس له صيت وذكر إعلامي ولكنه يحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى والله لا يضيع أجر من أحسن عمل الناس في تلك النواحي بطولها وعرضها يعرفونه ويعرفون الأعمال التي يقوم بها والجهود المتواصلة في الدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح في المجتمع مثل هذا تبكي عليه المنابر مثل هذا تبكي عليه مجالس العلم والتعليم والجامعات تبكي عليه البرامج الدعوية والعلمية فنسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في الجنة وأن يعوض الأمة خيرا هذه نماذج فذة نادرة وفي الأمة خير كثير في الأمة خير كثير وهذا يدفعنا أيها الأحبة إلى تذكر أن الأعمار قصيرة وأن هذا المتاع الزائل لا يساوي أن تصرف فيه الجهود والفكر وأن يكون الاشتغال به وإنما يكون الإنسان باذلا لهذا الدين أن يكون نافعا للخلق أن يكون معلما للخير أن يدعو إلى الله على بصيرة فهذا الذي ينفع ويرفع